دعا المشاركون في مائدة مستديرة بمراكش إلى إصلاح التمويل العالمي لتحقيق العدالة المناخية بالقارة الإفريقية. هذا اللقاء المنظم من قبل الإئتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة أكد خلاله المشاركون أن إصلاح التمويل العالمي من شأنه التمهيد لنظام مالي عالمي جديد عادل ومستدام ويتماشى مع الهدف العالمي المتمثل في الوصول بانبعاثات الغازات الدفيئة إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 ومكافحة فقدان التنوع البيولوجي. في الحق هي فرصة ذهبية أولاً للمغرب ولإفريقيا. كي أعبر في هذا الوقت من بعد 50 سنة ما نتمشى هذا اللقاء الأساسي والمهم لأطرع الحياة لجميع الأفراد، جميع الشعوب، جميع الدول. لماذا؟ لأن التمويل الدولي يكون شرط. عنصر التغيرات المناخية مدمج بشكل كامل في سياسات التنمية بإفريقيا. ويتم التركيز كذلك على تنفيذ الاستراتيجية الإفريقية للتغيرات المناخية التي وافقت عليها لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ ولجنة الاتحاد الإفريقي السنة الماضية. هذا اللقاء يأتي من أجل تأكيد موقف المجتمع المدني البيئي في دول الجنوب ولسيما في إفريقيا حول أهمية وضع أسس نظام مالي عالمي جديد عادل ومستدام وضامن للتنمية العادلة. كما عرف اللقاء الذي نظم بدعم من منظمة فريدريك إيبيرت مكتب المغرب مشاركة عدد من ممثلية المجتمع المدني البيئي المغربي والإفريقي والعربي.